الفصل القروي المجتمعي في داخل القرى كما نرى ده فصل تحت الشجرة تحت الشجرة يختلف تماما عن ثقافة الفصل المغلق اللي بنقفل عالطربة فيه ولا يرون الشجر الجميل اللي موجود هنا شجر اللي هو جز الهند او المنجا او الموز او الحيوانات اللي ماشية علشان يشعر الطفل ان هو جزء من طبيعة المكونة للمجتمع اللي بيعيش فيه احنا زنقنا الاطفال في غرف مغلقة محبوسين ولا يتفعلوا مع الطبيعة ولا يتفعلوا مع المناخ ولا يتفعلوا مع الحياة حولهم يعني نظام تعليمي غير جيد وده كان لا يتمشى ابدا مع رغبة الاطفال في الخروج وفي اللعب وفي المرح وفي رؤية الطبيعة وجمال الطبيعة واجوانب الطبيعة الجميلة اللي احنا محرمين منها فيه سواء كان في الدول العربية او الدول الاوروبية او الدول الايه الامريكية اللي هي حطت الاطفال كارقام داخل مربعات اسمنتية وسميتها فلوز فصول دراسية وفرط عليهم منهج هما ما يحبوش وفرط عليهم كذلك مدرسين هما ما بيحبوهمش وهذا ما يكون يفعله الأظهر الشريف منذ أكثر من ألف سنة هنما كان الطالب يختار المدرس ويختار المادة ويختار وقت للتعلم فيه اللي هي حرية الطالب في اختار المكان والزمان واختيار المادة واختيار الأستاذ خزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته